برنامج حكومي جديد يوفر انترنت سريع ومجاني للأمريكيين ما التفاصيل؟ تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج مستعرض من خلال برنامج حكومي جديد تم الإعلان عنه في الأمس نهار الإسنام من قبل البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بايدن مع عدد من الشركات الكبرى التي توفر خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا البرنامج الجديد سوف يوفر خدمة الإنترنت السريعة ليس الإنترنت العادي اللي هي أوقات تكون السرعة تبعها 10 ميجا بايت أو شيء رح تكون سرعتها هلا أكيد رح نقلكم قديش سرعة ورح يكون مجاني للأمريكيين إدارة الرئيس بايدن باريح المهار التنين كانت عم تأعلن عن هذا البرنامج بمؤتمر صحفي مع أكثر من 20 شركة الإنترنت بالولايات المتحدة الأمريكية وقالت إنه هيدا البرنامج رح يوفر خدمة الإنترنت بطريقة مجانية للملايين من الأمريكيين من هادي العشرين شركة اللي كانوا موجودين بهيدا الإعلان وانضموا إلى هيدا البرنامج كان فيه أكيد بس للعد يعني مش لحتى يعني ما فينا نعدهم كله لأنه في كتير شركات حسب ما فهمت أنا في أكثر من 1300 شركة منضمة بس من هادي 1300 شركة فيه تقريبا 20 شركة بيعتبروهم مؤسسات كبيرة بتغطي تقريبا 80% من المواطنين في البلد المتحدة الأمريكية مثل AT&T مثل كومكاست مثل ذي رايزن وعم بيقولوا إنه رح يقدموا خدمة مثل بلان بتكلف هيدا البلان 30 دولار وبتعطي سرعة إنترنت بتوصل للميت ميجا بايتس ميت ميجا بايتس بيقولوا؟ ميجا بايتس بعتقد ميجا بايتس ميجا بايتس ميجا بايتس ميجا بايتس والدولي رح تدفع أبتو تري دولار يعني ببعض المناطق الدولي تقريبا بأمريكا كلها 90% رح تدفع الدولي 30 دولار يعني حتغطي كلفة عشان هيك عمل لكم مجانة لأنه هن رح يعملوا بلان خاصة لهيدا البرنامج اللي هو اسمه عم بيمروا اسمه لهيدا البرنامج من تحت رح يعملوا بلان خاصة بهيدا البرنامج متل ما قلنا لكم كلفة بس رح تكون 30 دولار والسرعة تباعة رح تكون ميجا بايتس ميجا بايتس ميجا بايتس ليش عادي قوي بالانترنت طيب لحتى ما نكرروا نعيد البيت الابيض عم بيقول انه تقريبا 40% من المواطنين بامريكا رح يستفيدوا من هذه الخدمة اي ما يقارب 48 مليون بايتس بايتس بامريكا رح يكونوا إليجبل لحتى يستفيدوا من هذه الخدمة البيت الابيض عم بيقول الخدمة الانترنت السريعة معاش هي مانا رفاهية او طرف بالعكس هي من الاساسيات وضرورية جدا لحتى الاطفال اللي علموا بالبيت اللي عم بيشتغلوا من البيت حتى للسينيرز اللي هني كمان عم بيعملوا شيء اسمه هلأ عن جديد التلا مادسن اللي هني من خلال بيعملوا مثل فايستايم مع الدكتور او الهلسكير بروفايدر لحتى يحكموهن عم بيقول البيت الابيض هايدي فرصة تاريخية لحتى يساعدوا ملايين الامريكيين بشكل عام اموال هايدي البرنامج هيدا البرنامج اخوانا كان فيه الو اللي عم بيقول هيدا البرنامج قديم نطرني ثاني هيدا البرنامج بلش بشكل انه مؤقت بلشوه لما بلشت ازمة كورونا وانا حكيت عنه لهيدا البرنامج وحمد الله كنا الاول وسيلة اعلامية عربية تتحكي بهيدا البرنامج لما طلع هيدا البرنامج كان اسمه باتاق ده وقتا او شي هيك يعني فهمين كيف وقتا احنا حكينا عنه وقلنا للعالم استفيدوا منه في كتير منكم استفادوا منه لهيدا البرنامج طيب هيدا كان برنامج مؤقت اللي صار هيدا البرنامج صار دي ام وغيروله اسمه وعملوا وابسايت جديد خاص في لهيدا البرنامج وعملوا بلان خاصة بهيدا البرنامج وزيدوا السرعة طبعا هيدا البرنامج جديد والبيت الابيض عم بيأعلن عنه كبرنامج جديد طب منين ايشت المصاري لحتى يمولوا هيدا البرنامج بناء على مثل ما عم تشوفوا قدامكم هلق الجراف حزمة البناء التحتية بقسمها الاول اللي اتفقوا عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري هيدا الحزمة البناء التحتية خصصت 65 مليار دولار لتوفير الانترنت السريع للمواطنين في الولايات المتحدة الامريكية وايضا لزيادة اماكن تغطية الانترنت في بعض الاماكن بامريكا ما بيوصل الانترنت بشكل سريع جدا فهيدا البرنامج رح يزيد سرعة الانترنت رح يوفر الخدمة ببلاش ورح يزيد الطغطية تبع الانترنت لمناطق اكتر واكتر في الولايات المتحدة الامريكية من هيدا الشرك رح تكون حابتشارك بالبرنامج كما ذكرنا لكم رح سمي بعض الشرك ألو كومنيكيشن، ألتا فايبر، ألتايس USA، أست ساوند، AT&T، بريزلاين، كومكاست، كومبوريوم، فرانتير، ايديا تك، كاكس كومنيكيشن، جاكسون انيرجي اوتوريتي، ميديا كام، مل جي سي، سبكتروم، فيريزن، فيرمونت تليفون، كامباني، فيكسس فايبر، واو، انترنت كابل ان تي في يعني في كتير شركات، يعني عم بقلكم فيه تقريبا 1300 شركي رح يشاركوا بهيدا البرنامج، طيب، حاليا إخواننا عم بيقولوا ما يقارب اتفقنا انه تقريبا فيه ما يقارب 48 مليون بيت بأمريكا رح يستفيدوا منه، سوفار حاليا في 11.5 مليون منزل مستفيد من هيدا البرنامج اللي هني أورادي مصينين لهيدا البرنامج، طيب، كيف أنا بعمل، يعني كيف أنا فيني استفيد من هيدا البرنامج؟ شو هي الشروط المطلوبة لحتى استفيد من هيدا البرنامج، ركزوا معي شوية بهيدا الموضوع اتفقنا انه رح يعطوكم يدفعوا للشركة هني مباشرة 30 دولار ببعض المناطق وببعض المناطق اللي هني بيعتبروها ترايبل لاند رح يدفعوا أبتو 75 دولار تمام؟ ومتل ما اتفقنا فيه 1300 شركة انترنت مشاركة بهيدا الموضوع فيه وابسيت رح نعطيكم إياه كنت تعبوا عليه، بس بعد شوية منحط الوابسيت مش هلا مين بيحقلو يقدم على هيدا البرنامج أو يستفيد من هيدا البرنامج؟ بدي يكون عندكم واحدة من هودا التلاتة كريتيريا، مش تلاتة الشروط، لا واحدة من هودا ثلاثة شروط واحدة من هودا ثلاثة شروط، تمام؟ لعب اسألني هاو تو أبلاي عاطيني دقيقة وبقل لك هاو تو أبلاي أول شرط من هودا الشروط، ستفقنا بس لحتى كررها وسوريا إذا عم بعيدة هيدا النقطة، ما بتكون هودا لثلاثة شروط إذا عندكم واحدة من هودا لثلاثة شروط، انتو كواليفايت لحتى تعبوا، إذا الانكم تبعكم أو الدخل السنوي تبعكم هو ميتين بالمية من الخط الفقر الفيدرالي، طيب، عنا غراف نحنا قدامكم موجود على الشاشة هلأ حاليا مثلا، لاتسي في عنا عائلة مكونة من أربع أشخاص، هلأ تختلف الموضوع قصة الخط الفقر، باعتقد من ولاية لولية، بس هو هيدا الغراف رح يبينكم كل ولاية تقريبا إذا انتو شخص، شخصان، ثلاثة أشخاص، أربع أشخاص، ثمان أشخاص، تقريبا يعني، لاتسي أنا عندي عائلة من أربع أشخاص، يعني باي و ام، ولدان إذا عبتعملوا 55500 دولار بالسنة وما دون، انتو فيكن تعبوا على هالبرنامج تمام؟ وأكيد يعني إذا انتو تمان، 36620، إذا انتو تلاتة، 4660 دولار، وهيك، الجراف موجود قدامكم، هيدا البيان، خدولوا صورة إذا بدكم بيقلكم إذا انتو كواليفايد ولا مش كواليفايد، هيدا إذا حدا بدوا يستعمل الانكم طبعا، طيب، في كمان، في طريقة تانية لحتى تكونوا أنتو فيكن تستفيدوا من هيدا البرنامج، الطريقة التانية هي إذا انتو عندكم تستفيدوا من أي من البرامج الحكومية المتوفرة، إذا انت تستفيدوا من البرامج الحكومية مثل شو؟ يعني إذا انت عندك فود ستام أو سناب بيطلع لك، إذا انت عندك ميديكايد، أو انت عندك ميديكايد، يطلع لك، إذا عندكم وك، اللي خلفين جديد إذا عنده WIC بيستفيدوا منه اللي عنده SSI بيستفيد منه اللي عنده FPHA بيستفيد منه اللي عنده Veteran Pension بيستفيد منه اللي عنده Free أو Reduced School Lunch بيروحوا أولادهم على المدارس ويطلع لهم Free أو Reduced School Lunch كمان بيطلع لهم بيستفيد اللي بيحصل على ال Federal Bell Grants اللي بيروحوا عنده أولاد على ال College بيطلع لهم Grants Bell Grants بنسميهم كمان بيحق لكم اللي بيستفيدوا من Life Line كمان بيحق لكم فإذا عندكم أي من هايدي البرامج كمان انتو بيحق لكم انو تعبوا على هيدا البرنامج طيب كمان مين بيحقلوا أيضا؟ صار عنا حلان لقالكم أول income الدخل السنوي عطيتكم شرحت لكم إياها أو مش مع أو إذا أنتو بتستفيدوا من أي من هايدي البرامج اللي أنا ذكرتها هلأ أو إذا أنتو عنكن إليجيبليتي ل إذا أنتو قريدي عم تستفيدوا من برنامج إنترنت مخصص للأشخاص اللي عندهم دخل سنوي منخفض Low Income إنترنت كمان انتو بيحق لكم وحدة من هاي تلاتة شروط إذا عنكن واحدة من هاي تلاتة شروط تمام، قلنا لكم يعني تقريبا 80% من الأمريكان عندهم واحدة من هاي تلاتة شروط 80% من الأمريكان إذا معك فودستام بإيدك خلص، بيطلع لك إنترنت ببلاش إذا عندك مديكايت بإيدك بيطلع لك إنترنت ببلاش لحتى ما نعيد طيب، كيف فينا نعبي؟ هيدا السؤال اللي صرت مكتوب هون كتير كيف فينا نعبي؟ مع الإعلان الجديد عن البرنامج الجديد حتى يريحوا المواطن عملوا ويب سايت جديد هيدا الويب سايت الوحيد روحوا عليه اسمه getinternet.gov رح يمروا قدامكم هلا على الشاشة getinternet.gov بتروحوا على هيدا؟ رح حط لكم أنا صورة في عنا سكرينشوت محمد إذا فينا نحط لهم إياها أنا رحت على هيدا البرنامج رح تمروا قدامكم هيدا السكرينشوت لما بتكبسوا لما بتكتبوا getinternet.gov رح يطلع لكم هيدا الصورة قدامكم بعتقد في ثلاثة ستاب إذا ماني غلطان خليني روح على الستابس أنا getinternet.gov ها نحن يلا بس ثاني لحتى أنا روح عليه كمان تمام، سو عنا الستاب الأولى how would you like to qualify يعني انت كيف تعتبر حالك رح يكون انت إلك qualification هل يترى من خلال ال income الدخل السنوي تبعك أو من خلال انه انت عندك برنامج تبع الدولة الستاب الثاني contact a participating internet service provider لحتى تنقي internet plan هاي دي الستاب الثاني وحاطين لك الأرقام هني وكل شي وبس عندك توستابس يعني بسيطة كتير الموضوع سراحة فبتمنى منكم تستفيدوا من هيدا البرنامج المجاني تمام، السرعة الانترنت 100 ميجا بايتس كلفتو 30 دولار انتو ما بتدفعوها، الدولي رح تدفع عنكم هيدا الـ 30 دولار وهو برنامج permanent دائم وليس مؤقت هيدا الدولي رح تدفع عنكم لا يخلصوا مصرياتو لهالبرنامج عم بيقولوا دائم وعطول رح يمولول لهيدا البرنامج فعملوا معروف عملوا شير لهيدا الفيديو على أوسع نطاق خلي الجالية تبعنا تستفيد من هيدا البرنامج مش غلط الاشخاص يستفيدوا من شيء الحكومة عم توفروا ببلش لاش غيرنا بدو يستفيدوا نحنا بدناش نستفيد فاميه كيف؟ اذا في برنامج موجود والعالم عم تستفيد منو والحكومة عم بتقول انو هيدا مجاني توعوا استفيدوا منو لاش الجالية تبعنا بداش تستفيد منو فاذا انتو كواليفايد وبيحقلكون روحوا عبوا علي لهيدا البرنامج واستفيدوا منو مش غلطوا واحد يعني 30 دولار ماتو يخزوناش يعني 30 دولار بالشهر ضربوهم ب 12 شهر على كم سنة يعني محرزين صراحة فعملوا شير لهيدا الفيديو على أوسع نطاق بعتوله قريبينكن بعتوله أصحابكن عملو لونتاك خبروهن عنو حيلا واحد بيستفيد من هيدا البرنامج الشغلة التانية ما حبيت اطلع بأي موضوع تاني اليوم غير هيدا الموضوع كون الاخبار الموجودة حاليا في العالم مانا اخبار سارة صراحة شو بدي اطلع لكم اللي كورونا عم بزيد او فيه فيروس جديد او الاكتصاد العالمي عم بنهار او شو بدي اطلع لكم صراحة فقررنا اليوم ما رح نحكي اخبار لانو الاخبار مبتسوى صراحة لنا بنعطيكم برنامج بركي هيك بفرحكم شوية هيدا البرنامج نرى الاخبار بهالهاليومين الجاد هذه كانت حلقتنا لليوم بالنسبه للمشترك علي مساعدات الإنترنت هل يقدر يقدم نعم المشترك الى المشترك المزيد الرادي التاني قاموا لكم لغيبيت التاني قاموا لك ماذا محمد هاد او هيدا هيدا الكيوم انتفقنا جديد للغاية getinternet dot gov تروحوا على المعلمات الموجودة هناك من هيدا البرنامج ودعوه لنا بس تستفيدوا من البرنامج اسمه للبرنامج اخر مرة وينه الاسم Affordability انا كاتبه سمر Affordable Connectivity Program ACP Affordable Connectivity Program ACP هذه كانت حلقتنا لليوم شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على الدعم المستمر رح نكون متوجدين ان شاء الله بنيو جيرزي وبنيويورك ان شاء الله في عطلة نهاية الاسبوع ان شاء الله بنعطي تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع ما تنسوا تعملوا شير لهاية الحلقة تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك ويوتيوب تفعيل جرس التنبيه turn on notification ضموا لجروباتنا على الواتس اب حتى يصلكم الخبر اولا وباللغة العربية كم معكم حسين هاشم من قناة شوالاخبار الى اللقاء